موسيقى البلاد اليوم في عدد جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا العدد الذي سنخصصه لمناقشة الأوضاع الاقتصادية ووضع قيمة برميل النفط في السوق الدولية البترول تحت 50 دولار لأول مرة منذ اجتماع أوبيب بالجزائر العاصمة السعر المرجعي للبترول المعتمد في قانون المالية لسنة 2017 في مهب سوق النفط الدولية هل ستتجه الحكومة لقانون مالية تكميل لحفظ توازناتها المالية الحكومة والنفط ثنائية تبحث عن ثالث لماذا لم تستفد الجزائر من طاقتها الشمسية ومواضيع ذات سلة سنتطرق إليها بالتحليل والنقاش وسأسعد بنقاشها مع الدكتور كمال رزيق الخابير كما أسعد باستضافة لمناقشة هذه المواضيع السيد مصطفى جغدالي عضو مجلس الأمة عن الأفلان أهلا وسهلا بك سيد بداية نبدأ من عندك سيرزيك لأول مرة منذ اجتماع أوبيب بالجزائر العاصمة الاجتماع الذي خلص إلى اتفاق تاريخي بتسقيف إنتاج النفط البترول اليوم تحت عتبة 50 دولار بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكرك ورحب بضيف الكريم شكرا ليك هو شيء منطقي لأنه ميخفاش عليكم بأن الاتفاق اللي أبرين في الجزائر كانت عنده تابعات وحقق نجحت كبيرة ولأول مرة منذ ثمن سنوات دول أوباب تتفق ولأول مرة منذ حتى شن سنة دول خارج أوباب تتفق على تخفيض سقف الإنتاج بحوالي تقريبا 1.8 يعني تقريبا 2 مليون برميل يومي وهذا التخفيض كانت له آثار في شهر ديسمبر 2016 وجنوبي فبري 18 الأسعار 18 الأسعار وارتفعت رغم أن الولايات المتحدة عن طريق مخزونها رغم الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق ما يسمى الغاز والبيترول السخري أثرت على الأسعار لأنه كان يؤمل أنها تصل إلى 60-65 لكن بقيت 55-57 الآن لاحظوا بأن هذا السعر انخفض وهذا شيء منطقي عادي لأنه بيخفش عليكم لأننا في سوق فيها عرض وطلب بيخفش عليكم بأن نحن نتجه خرجنا من فصل الشتاء البارد نحن نتجه إلى فصل الرابعة ثم فصل الصيف عادة الطلب ينخفض في هذا الفترة؟ وبالتالي عندما يخفض طالب يزيد العرض الآن أصبح من اللازم اللجنة التي أنشئت خصيصا لمتابعة حول السوق اللي أصبح من اللازم أن دول أوباب وحتى دول خارج أوباب أنها تلتقي مرة أخرى لعادة النظر لأن هذا مش قرآن تفقو هذا يسري في سنة كاملة لا في عرض وطالب نشوف الآن في معطاية جديدة في مخزونة أمريكية تمضخها في غاز سخري وبالتالي العرض أصبح كبير على الطالب حسب رايكسيكا ميرزيك هذه التخمة الموجودة حاليا في السوق النفط الدولية تتطلب اجتماع جديد من دول أوباب إجباري لابد أنها تجتمع وهذا معروف لأن حتى اتفاق الأوباب عندما أبرم أبرم لمدة ستة شهر فقط يعني بعد ستة شهر حتى وما خفضتش الأسعار سيطلب اجتماعها لذلك الآن عندما خفضت الأسعار الآن أصبح اجتماع طارئ إجباري لأنه مجابعة يكون في علمك بأن هذا السعر لا يخدم ليس فقط في الاقتصاد الجزيري حتى الاقتصاد السعودي حتى الاقتصاد الروسي حتى الدول عند هذه النقطة سكاميرزيك خمسين دولار في ظل هذه المعطايات التي تكلم عليها وأنه نتج إلى فصل ربيع وكأن التوازن يختل بين العرض والطالب وهذه القاعدة التي تحكم وتحدد سعر البترول في الأيام المقبلة هل يعني من المرجح أن يزيد تسقط قيمة برميل النف في ظل هذه المعطايات أكيد إذا بقى العرض بهذا الحجم رح يكون أكبر من الطالب وإحنا كنا نعانيه في سنوات 2014 و15 أن مخزون العرض الموجود في السوق أكبر من الطالب هو لي أدى أن الأسعار خفضت إلى تقريبا 30-35 دولار لذلك الآن قرار الأوباب وقرار الدول خارج الأوباب هو امتصاص عندما نقصنا الإنتاج سيستام تعلقه كوتا بشرك العرض بشرك العرض الزائد هو لي أدى الأسعار تفعت الآن نحن نتج أن الطالب على النفط بدأ ينقص لأن هذا الشيء طبيعي أسكل جزيرة ويستعمل الشوفاج الآن في داره لا 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 خلاص طفي لا الطالب يونكس الأمور الأخير هكذا في دول العالم طالب بنقص وبتالي أصبح لقاء هذه الدول إجبالي وليكن في علمك وعلم المشاهدين بأن سعر 50 دولار أو ما فوق 50 دولار ليس فقط طالب الجزيرة هو طالب جميع الدول نعم سأعود إلى هذه النقطة فيما بعد أن الاجتماع الطارع على الأبواب نعم أنت تدعي إلى اجتماع دول أوباب نعم حسب رايك من الناحية الشريعية سيد مصطفى جغدالي أنت بصيف تكعوض لمجلس الأمة في هذه المؤسسة الشريعية الآن سعر البترول أقل من السعر الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية لسنة 2017 حسب رايك هل نبدأ في التفكير في قانون مالية تكميلي حتى تحفظ الحكومة وزناتها المالية السلام عليكم شكراك سيوسف على استضافة القانون المالية لمدة ثلاث سنوات والقانون التكميلي لا نظن نشرح له لأسباب أنه 50 دولار كسعر مرجعي هو سعر حقيقي الذي اعتمدته القانون المالية وهو السعر الحقيقي للاقتصاد كنا قبل نمشي بأوهام ونعتبره 37 دولار واللافون تلحق حتى 100 دولار ذكرنا في اقتصاد حقيقي هو 50 دولار كان ارتفاع قليل أو انخفاض قليل هو القانون المالية رهلي ثلاث سنوات هناك أمور مرجعية تعتمدها الدولة ويعتمدها قانون المالية لبردر اسمه ببر امتصاص هذه الانخفاضات وهذه الانخفاضات القليلة هذه قادرة حكومة تسير هذا المرحلة الصعبة الحكومة رهت تخذت إجراءات إجراءات التقشف إجراءات التسقيف المشاريع الكبرى رهت تمشي في طريق مستقيم لأول خطرة بس قبل ما كناش نشوفه هذه المشكلة كنا نشوفه مشاريع بحاليا ربما كما يقال عامة الحق الموصل العظم لا الحق الموصل العظم ونحن قينا هذه السياسة الجديدة للتسقيف والتقشف والحواج اللازمة لتمشي في الاقتصاد الوطني ومم الاكسپورتاسيو ولا الامبورتاسيو لتكون حواج لازمة للاقتصاد الوطني بوش نديرو يعني نقلصوا فاتورة الاستيراد فاتورة الاستيراد مش نديروش الاستيراد ذكر القانون معنى وزير تجارة وزير الوزر الأول رح كل شي مضبوط يعني حسب رأيكسيو مصطفى جغدالي بدل المرور الى الخطة كان الانخفاض أعنف ولم تذهب الحكومة الى قانون مالية تكميلي لماذا؟ لأن في قانون مالية 2016 الحكومة أدرجت مادة تسمح لوزير المالية باتخاذ الإجراءات دون اللجوء الى قانون مالية وهذا تم يعني ممكن نغيره فقط النقطة مثلاً اذا ساءت الأمور مثلاً مش خمسين دولار نخفضوه بدون تغيير القانون ككل لا 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 مش خمسين دولار يعني تدخل الوزير المالية يكون في النفقات نهنائها من النفقات لأن الإرادة تحصيل حاصل يعني النفقات الآن في قانون مالية 2016 يسمح للوزير المالية إذا دعت الظروف إذا خفض إنفاق سحب بعض الاعتمادات من عند الوزارات أو ترجع لـ 2016 الحكومة أعطت إجبارياً خارج الأجور تعليمها إلى المراقب الماليين أنهم لا يسمحوا بالإنفاق أكثر من خمسين في المئة من النفقات ثم زادت لهم خمسة وعشرين في المئة وهذا الإجراء استمدت عني الحكومة ووزارة المالية تطبيق لأحكام قانون مالية 2016 هذا واحد زيد قانون مالية 2017 أسس لمنظومة مالية على ثلاث سنوات يعني الآن ثقفنا النفقات في 2017 و2018 و2019 تقريباً نفس الشيء ويعني كل دينار وكل دولار إضافي رح يتصل في هذا المنجر لذلك أعتقد بأن الحكومة لن تلجأ يتلقى إلى هذا هذا واحد ثانياً أنا قلت لك باللي هذه الخمسين دولار ما أعتقدش لأنني أرى كيف يكون في علمك أنه متوسط لأن صادرات النفط تكون بعد شهرين العقود الآن تكلمو تعجنبي تعفيفري تعمارس تعافريل تمت بيحة متوسط 55 55 وغير ذلك يعني الأمور المحسومة في الربع شهر هذا الآن تكلمو على عقود تموية تعمي تعجوان وغير ذلك قلت لك أرتقب لأن قلتكم فيه لجنة إنشأت على مستوى لوبا فيها الجزائر وأعتقد الكويت وفنزويلا وأعتقد فيه حتى طرف روسي أنها تشوف تقيقة تشوف يعني مدى احترام أولاً لكوطا وكل المؤشرة تقول بأن دول أوباب ودول خارج أوباب في حدود 90% يحتر مولي كوطا ليتم تحديدها وهذا شيء مؤشر إيجابي الآن معطى السوق لأنه ماكش وحدك في السوق فيه الولايات المتحدة الأمريكية فيه كذا الآن تغيرت الظروف تغيرت الطالب أنقص دول أوباب ستجتمع وستتأخذ قارة لأنه قتلك وهذه لازم نسطر عليها لأن المملكة العربية السعودية ودول الخالج وفنزويلا والحداشن دولة اللي موجودة خارج أوباب ما يساعد هاش سعر أقل سيجر دالي سيجر دالي ثنائية تبحث عن ثالث الحكومة والنفط لازلنا نتكلم الحكومة تريد الخروج وستطرت ربما مشاريع وبرامج للخروج من التبعية إلى اقتصاد من اقتصاد الريع لكن إلى اليوم إلى هذه اللحظة اللي أنا نتكلم فيها ما زلت كان صعوبات ربما مرحلة الانطلاق طالت حسب رأيك ماذا يجب الآن لإضافة معطى ثالث أو عنصر ثالث بين الحكومة والنفط هي بين الحكومة والنفط النفط مزال اقتصاد اقتصاد الجزائري من 90% مبني على النفط وهذه الألية هذه تكون تطرق للأمور أخرى نحن للقطرة التي فاتت وهذه على سبيل المثال كان عندنا اللقاء في اليوم الوطني لدولة إيران وسمعنا الصلاة الانبصاد السفير يتكلم كلام النظفي مالوكور يقول لك الدواء 100% الاكتفاء الذاتي الاكتفاء الذاتي من المصال الفلاحة 100% الاكتفاء الذاتي الاكتفاء الذاتي مجمل الاكتصاد يقول لك ولا يمثل النفط إلا 30% لكن في الجزائر ما زلنا مزلنا مركزين على النفط ما من الاستثمار في حد ذاته في الاستثمار في الجزائر رح بعد نهزه 30% أوهام برسك واحد يجي مستثمر يدي الأرض بالدنار الرمزي وبعد يولي ما يستثمر شيء ويدي الأرض ويريزار فيها بوريانديتو ما زل يكون استثمار حقيقي واستثمار فلاحي حقيقي واستثمار أور إدرو كاربير حقيقي يعني هكذا المستثمرين يتحايلون على الحكومة يستفيدوا من الامتيازات لكن لا يلعبوش دورهم لا يلعبوش دورهم في الاقتصاد وفي الاستثمار نهزه على المستثمرين على مستوى الوطن رقم خيالي بالصحف الحقيقة نشوفه رقم قليل قليل جدا وش لازم للحكومة هنا لازم هنا لازم قرار سياسي لازم للحكومة تتدخل الحكومة لازم تتدخل تدخل بالألية تنتحها وبالأمور المساحات المصخرة للاستثمار ويكون الولاة يكون عندهم نظرة حقيقية المستثمر الحقيقي يدي واللي مستثمر حقيقي ما يديش ويتعاقب حتى اللي يثبتها حايا ماشي ما يثبت ما ندخلش في التعاقب نحلو الأرض برك ما ننعاقبه ما والو احنا ما نش نستثمر أهلا وسهلا نديره في قريس قدم إضافة الاقتصاد الوطني ما حاببك لا تقدم قدم إضافة أهلا وسهلا ما تقدمش إضافة ما عندنا من ديره سيد كامال رزيق تقول بأنه لابد من اجتماع آخر لدول أوبب من سيبادر احنا عاهدنا مؤخرا ربما إذا تشاطرني الرأي الجزائر دائما هي التي كانت تبادر هل هذا معناه أن الجزائر أنت تقول لابد لجميع الدول 11 و 12 دولة متأثرة بالسعر الحالي لكن المبادرة دائما من الجزائر شفنا في اجتماع الأوبب رحلات المكوكية التي قام بها وزير الطاقة الجزائري بطرفة دعم رئاسة الجمهورية كانت قرارات من السلطات العليا للبلاد من أجل إنجاح هذا المقاربة وإنجاح هذا الاجتماع الذي نجح في الأخير الجزائر دائما هي التي تبادر هل هذا معناه أن أكبر متضرر من المعطيات في السوق النفط الدولي هو الجزائر شوف الآن رئيس الأوبب هي السعودية وزير النفط السعودي والجزائر في اتفاق الجزائر لم تبادر إلا بعد ما كان فيه ضوء أخضر من السعودية ومن دول الكبرى لأن ما يخفش عليكم نحن بلد انتجنا ضعيف ما نأثرش إطلاقا في السوق النفط العالمي وبالتالي بعد ما لقينا فيه استعداد موجود عند خاصة الملتقة وزير النفط الجزائري مع وزير النفط السعودي في باريس وبدأت المبادرة يعني صح التعبير بطريقة غير مباشرة يعني طلبوا من الجزائر أن تلعب هذا الدول الجزائر لعبت هذا الدول لذلك فأعتقد أن الآن دول أوباب سواء الجزائر حتى ما يخفش عليك باللي قتلك الجزائر هي عضوة في هذه اللجنة لتراقب السوق يعني سواء الجزائر أو السعودية ما يهمش شكون يبادر لكن اللقاء أصبح أكثر من ضروري الآن المعطاية تغيرت السوق تغيرت المانح تغير لازم نعود نبتقاه بشأن نعيد النظر في هذا الاتفاق نعيد النظر في تحديث الاتفاق لما نتكلم عن مصالح لمدست شو لازم من تحديث الاتفاق يتم تحديثه بشكل أنه يتمش عمل مصالح الكبرى لهذه الدول ما يخفش عليك باللي أكيد نحن ميزانيتنا تم إبرامها على أساس خمسين دولار ويهمنا أن سعر البيترول يرتفع لذلك فأعتقد بأن حتى السعودية تقاني أزمة مالية جميع الدول نعطيك عن صورين آخرين روسيا وأمريكا روسيا وأمريكا شوف روسيا متضبرة هل أصبحت روسيا وأمريكا هي العنصر العصي في معادلة النفط الدولية لا لا شوف روسيا روسيا يعني باش تكون في الصورة روسيا ندمجت في الاتفاق وحضورها في في الجزائر ولقاءة الدبلوماسية ودبلوماسية لكن لما صبت أمريكا مخزوناتها روسيا سترفع الإنتاج لا 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 شوف نقولك بكل صراحة الآن بين الكلام السياسي والكلام المفعلي شيء آخر الولايات المتحدة الأمريكية ما يشعضوا في هذا الاتفاق والولايات المتحدة الأمريكية سواء عن طريق مخزونها أو عن طريق الاستثمارات لعودة حياتها فيما يسمى بالغاز الصخري هي جعلت النساء البيترون ما يفوتش الستين يبقى يراوح خمسة وخمسين إذلك فالآن الصراع الموجود دوليا ما يخفش عليك أن الدب الروسي يعود ولا سياسيا بقوة من مصلحة أمريكا أنها تضعي في روسيا اقتصاديا وخمسين أقل من خمسين دولار بالنسبة للنسبة ونحن نرح في الجرع نحن كل عادة دايما لأننا بلد رعيف صغير يعني من ناحية الإنتاج من ناحية الإنتاج عندنا مليون دباري جرع نعم ما يعترش حتى يضرش يمكن لا تأثر واحد سنت في السوق لذلك فأعتقد بأن الآن في كلام أنها روسيا تهدد وغير ذلك في نهاية المطاف إذا روسيا دخلت في هذه المتاهات أول من يدفع الفطر هو الاقتصادي الروسي لذلك فأعتقد بأن الدول أوباب ودول خارج أوباب المصالح العليا الروسية والمصالح العليا الجزائرية والمصالح العليا السعودية ستدفع بهم إلى عادة نظر في هذا الاتفاق باش نحافظوا على السعر المرجع على الأقل خمسين دولار لذلك فأعتقد بأن المناخ الموجود الآن في العالم بالنسبة لهذه الحداشن دولة زائدة 24 دولة تعلق باب يعني 25 دولة لأبرمة هذه الاتفاقين يعني تخلي الولايات يعني الولايات المتحدة بيشكون في الصورة حتى الولايات المتحدة الأمريكية حتى المؤسسات الأمريكية ما يساعد هاش سعر بيترومو خافض لأن نقول لك لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك اقتصاده متنوع لا لا اقتصاده متنوع اقتصاده متنوع 50 دولار انا سير مرجعي ك50 انا جاي خليني نكمل الفكرة الولايات المتحدة الامريكية تدرك ان سعر البيترول المتدني رح يؤدي الى انخفاض الاستثمارات يعني عندما كان سعر البيترول المتدني اكثر من 60% من الاستثمارات والاستكشافات في الحقوق البيترول راحت يعني الولايات المتحدة تدرك بان اذا بقر وضع هذا بعد 10 سنوات ستشتري برميل ب110-120-130 لانه لا يجب ان يكون فيه استكشافات لانه واحد عنده شركة يستكشف عندما يكون سعر متنوعي لا يغامرش لذلك فاعتقد بان هذه السراعات اللي موجودة الان هي سراعة ظرفية واعتقد ان التهديدات بين الدولتين لا مطرف روسيا خاصة روسيا لانه روسيا تجربت سياسة 2014-2015-2016 وشنفة الآثار تحى لذلك فاعتقد بانه رح يكون فيه لقاء ورح يكون فيه اجتماع ورح يتم مرانجعة الاتفاق الاول بشكل اننا نحافظ على الاقل على السعر من 11-15 دولار ولا وش رح يقول الاستاذ دكتور ما من الاستثمارات في حد ذاتها في حد ذاتها نحن نهزو كمثيل كمثال البروجي جيانا التروع في ارزو يسكي جدا ذكر الجزائر في 2008 حتى 2014 قامت بالاستثمار هذا وخسرت عليها 4.5 مليار دولار بس حاليا كنت دير نفس الاستثمار ما تخسرش عليها مليار دولار وكون درته في الثمانينات ما تخسرش عليها 400 دولار اللي تراند هذا بحد ذات المصنع هذا ندار في وقت وين كان في اوج العطاء في الانتاج العالمي دونك وش رح يقول الأستاذ دونك حاليا ما من الاستثمارات كون نديروا استثمارات مع تدني سعر البترول كون استثمارات ما تكلفش كثير ما من الاستكشافات ما تكلفش كثير نعم سنعود في الجزء الثاني الجزء الثاني سنناقش قضية الطاقات المتجددة نبقى الآن في وضعنا الجزائر لما قد قبل لحظات أنه مساهمتها في السوق النفطية الدولية ليست كثيرة لا يمكنها التعثير الجزائر دائما تعالج هذه الأمور دبلوماسيا هل الدبلوماسية كافية لتغيير الخارطة الاقتصادية العالمية ككل هكنا الدبلوماسية الجزائرية ناشيطة على هذا المصنع وأكيد يشاهد الجميع لكن ربما تغنيا وأحسن طريقة على ذلك الاجتماع اللي كانت على اللوباك اللي هنا في نارجيري في الجزائر وهذا شي شي يعترف له الجميع الدول العالم الخبرة والحنكة فخامة رئيس الجمهورية اللي كانت لعبت دورها دور استراتيجي دور محواري باش قدرت تقنع هذه الدول الكاملة والشاملة باش يجي الجزائر كيفاش يجيك الجزائر في اجتماع وكما قال الأستاذ الأستاذ حزب تقديرك لو لم تتدخل رئاسة الجمهورية في هذا الاجتماع تتصور أنه كانت بإمكان الجزائر تحقيق ذلك النجاح بدلك الحجم مستحيل مستحيل الحمد لله اللي عندنا رئيس الجمهورية والحنكة التعو والخبرة التعو اللي عندها كثير من 40 سنة هي اللي خلت والديبلوماسية والحنكة اللي خلت والصداقة اللي كانت بين الدول المصدرات العلاقات اللي بين الدول المصدرات البترول واللي هي مامبر في اللولوباب اللي خلت تكون هناك أذان ساغية اللي قدرت تجي الجزائر وقد تكون اجتماع غير رسمي ومبعض رحوا الاجتماع الرسمي ولي ريسلتان تعو هاي كثير تخفيض الانتاج والسعير المرى للبيترول إلى دي باسا كثير من 50 دولار في الاقتصاد سيد رزيك دبلوماسية النفط هل يعني مؤثرة في السوق وفي الاقتصاد العالمي ككل أكيد كان دبلوماسية اقتصادية الآن معروفة السابقة لم كانش عندها دول لكن الآن في منذ عشريتين أو ثلاثة أصبحت هناك دبلوماسية اقتصادية وتلاحظ بأن دبلوماسية النفطية لأنها شوف وزير النفط الحالي يعني تم تنصيبه في هذه الوزراء قبل اتفاق الجزائر يعني بضعة أشهر وليس له يعني ما كل احترامتنا له قام بدور كبير لكن ليست له الحين كالديبلوماسية لذلك في هذا الاتفاق هو عنده جزء منه لكن كان من ورائه وزارة الخالجية برأسيها يعني وزير خالجية العمامرة وزير خالجية المكلب الإفريقيا والمغرب العربي زائد رئاسة الجمهورية ويخفش عليك بأن في الدستور الجزائري المسؤول على خارجية ورئيس الجمهورية وينسق على آخر رئيس الجمهورية ويخفش عليك أن كل الزيارات المكوكية والاجتماعات كان يدير رئيس الحكومة أو حتى رئيس المجلس الأمة كانوا دائما يطلقوا مع الرؤساء إلى هذه الفكرة وغير ذلك يعني حضرنا المناخ خاصة أن علاقتنا مع جميع الدول يعني بنفس المسافة يعني علاقتنا مع إيران أو مع السعودية أو مع روسيا أو مع رؤية المتحدة بنفس المسافة لذلك خلتنا تتنهلة وبالتالي نحن طالبنا ومازال نطالب أن تفعل الدبلوماسية الاقتصادية لأننا نرى المشكلة التي عنا ليس فقط النفط لأنه معروف الآن نموذج الاقتصادي الذي تبنيناه منذ سنوات إلى يوم الحالي وصل إلى نهايته خلاص يمكن كان عنده أثر إيجابية في سنوات سبعين ثمين سنوات أن أصبح غير صالح ليس غير صالح أصبح لا يتماشى لابد من تحديثه لابد من تحديثه إعادة النظر الجذري نحن عندنا مثل نقوله يقول قدير كيجارك ولا حقو الباب بار صحيح العالم تغير لازم تغيره سيد رزيق الوزير الأول عبد الملك السلال في اجتماع الثلاثية الأخير تكلم وطرح السيناريو انخفاض وتآكل احتياطة الصرف إلى تحت المئة مليون دولار في حدود 96 مليار دولار مستقبلا في هذا السيناريو طرحه في ظل المعطيات الآن المعطيات تغيرت نوعا ما نوعا ما البترول تحت 50 دولار هل الشدة التي تصورت بها الحكومة الانخفاض والانحضار معرضة للارتفاع أكثر ربما حتى هذه الشدة لما نقوله 96 مليار الرقم ربما رح يتغيره لتحت 90 مليار دولار حسب رأيك شوف المشكلة موش فقط في البترول المشكلة في النمط الاستهلاكي التالى نستورد 47 مليار يعني في نهاية 2016 استوردنا ما يقارب 47 مليار دولار يعني هذا شي كبير في نفس الوقت ما زلنا ما وصلناش إلى عمية التصديق خارج المحروقات يعني تقدر ببعض ملايين دولارات لذلك فأعتقد بأن الإشكال المطروح الآن يعني هذا احتياطي الصرف مرهون بعملين عامل صادرات وعامل الواريدات الآن الحكومة تقدر تقدر إذا مشات السعودية ومشات الدول الأخرى أنها توعيد النظر وتأثر بأنها تبقى على السعر في حدود 50 مليار دولار وإذا خلينا في حدود 50 دولار مع الإيران في حدود 50 دولار ما يخفش عليك باللي في نهاية سنة حيكون عجزة عن نافق حدوده أعتقد 8% يعني ما يقارب انتقيقا نكمل الفكرة ما يقارب 12 مليار دولار وبالتالي هذا منحة لكن المعطى للحكومة يعني تقدر تأثر فيها عندما تكلم الوزير الأول أنه لأول مرة لأنا ما قبل كان يتعهد باللي ما يخفش حتى المليار لأول مرة يتكلم على 16 مليار يعني هنا الحكومة تجد صعوبة جمع في التحكم في الواردات لأن مغم معقول الآن يعني في 2017 ما زلنا نستولد 47 مليار لذلك الحكومة يجيب عليها ما عندنا خيال أنها تجي تفصل ما هي الأشياء التي يتم استيرادها ونبدأ نمنع كيف نقول نمنع أنا صح نشط الحكومة عندما تسقف يعني عن طريق رخص استيراد لكن أنا الأول حكومة في كل الأشياء الغير ضرورية الكاملية خليها يستوردها لكن يخلصها مدرعها مو أنا من غير المنطقة رح نستورد يعني شون براكوشي ولا نستورد انسان والويكاتوز ولا مش عاد أو نستورد مثلا الأشياء يعني لما يحتاجهاش الشعب ولا نستورد البنى لما يكون أموال خزينة لكن الإشكال المطرة ندفعها بعمل صعبة الشعب هو الإشكال هنا يا أستاذ نحن الخطرة لفترة نحن سؤال على وزير المالية وزير المالية الآلية واحدة يجيب مطريال من الخارج ومن جيبه الخاص منين جوه الدغيس منين سكوار نحن تفتح باب لتبيض المال ولتهرب العملة الصعبة كذلك ليس حل شعطر شعطر وزير المالية لو نظمنا سوق العملة الصعبة في الزاهر هنا السؤال ما تروح لنحن الحكومة ما نظمتوش نحن دولة درت سكونابل بالمفاهم الخاص ليبيرو تشوارج أكيانش لا تسمح لي ليبيرو تشوارج نحن تكلمنا مع وزير المالية قلنا له ليبيرو تشوارج من اللي كان وزير السابق خلفها قال منيشانا هي مدير البنك المركز والبنك المركز المركز يقول منيشانا مالوينة داروا غدين يحلوا هذو المركز والله تسمح لي السرف بالصحة الآليين تاحهم والسيغة تاحهم كيفاش يخرجوا كيفاش يقدموا مكاش أمور تنظيمية فقط سيجب داري فقط والله تسمح لي نحن يخي احنا كوبيينا في حياتنا احنا نكوبيوا وقع المشاريع نكوبيوا وش كان في فرنسا في المطرح في توليس في توليس في أردن تصدير في حد ذاته تصدير في حد ذاته تصدير في حد ذاته احنا الخطرة اللي فات كان لجنة من مجلس الأمار وحنا للبسكرة وبرميل المشاكل في المعرض الدولي لتمور وكان دول كثيرة وكثيرة مشاكل في التصدير ايه كان مشكل في التصدير المواطنيين ثم المصدرين عندهم إشكال إشكال في التصدير يقول لك احنا رحنا لأرى الجهري قدت نعطيك مثلا بركة هما هذا كلامهم اللي لازم المواطني يسمعوا يقول لك احنا قدتنا اراجيري 45 دينار جزائري للكيلو غرام الواحد تعطوه مطيش باش نديرو لها التصدير ما نستفاتش اوارها اللي فايدة وليمصدر بالقصارة لا لا المواطن في حد ذاته المواطن في حد ذاته كيصدرها بالرقم هذا وارا فايته نزيد يخلص شكرا لك مام الدول كان دول دول أخرى قالت نجيبو مش عليها احنا نقدر نجيبو نشري عليك في الجزائر بس حكينا قال لي كيان مشكل في حد ذاته احنا طرحناها الوزير النقل قلنا له كيان مشكل في اراجيري كيان مشكل اولا نورمال مو في اراجيري وحدها بس كوكين حواج لجازم رحو بطائرة نورمال مو في المشكل هذا في حد ذاته تكون اراجيري مكسو ما عنده سيد جغدالي سنتطرق في الجزء الثاني الى قضية النقل و الى غير ذلك فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نواصل لا تذهبوا بعيدا اهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من برنامجكم البلاد اليوم الجزء الثاني سنخصصه لمناقشة مراهن ومستقبل الطاقات المتجددة في الجزائر وقضايا اخرى نبدأ من عندك سيد جغدالي خليني قبل ما نبدأ في هذه القضية ربما في النهاية الأول كنت اقطعتك في خصوص تكلم لي على عملية التصدير هناك مشكلة اخر يشتكي منه المصدرين قضية التخزين والنقل مصدر باش يصدر سرعته وهذا عنصرين هامين جدا في هذه المعادلة في معادلة التصدير كيف تقيم الوضع الحالي للتخزين والنقل في الجزائر كونسرن التخزين في اقتر الاكسبورتاسيون اترافر الطائرة في حد ذاتها عندنا مشكلة في الجزائر مشكلة احنا عندنا شركة خاصة وهي أرالجيري وحنا كان طلب من عند وزير نقل على أساس تكون آلية جديدة باش تسهل للمواطنين المصدرين باش يكون عندهم رقم خفيف جدا اولا تستفد الشركة ويستفد المواطن تستفد الجزائر باش تكون الاكسبورتاسيون تكون فاورابل تكون بنيفيك بورليد بورليد ناس كل كان مشكل احنا في أرالجيري أرالجيري شركة خطوط الجيوية الجزائرية عندها نقل المسافرين ما عندهش لكوتي كارغو احنا كان طلب السيد الوزير باش تكون أرالجيري هذي تقسم نقل البضايا ونقل المسافرين ونقل البضايا عندها طائراتها خاصة وعندها أمورها خاصة وتكلفتها الخاصة وتروح للمناطق وين تكون كائنا للاكسبورتاسيو تصدير كائنا حيوية اقتصادية لتصدير كسابي المثال بسكرة وإن كائنا منتجات كثيرة وكثيرة جدا تنتظر الضوء الأخضر لتصدير تكلفة كانت غالية ما قدروا شي تقوموا بتصدير ولو أنها كانت عندهم طلوب طلب دولي أولا من من التمار من الخضر والفواكه من البطاطا من شتى الأنواع المنتجة هناك ولو كان حاجة ما ننسوهاش للابال اللي ما لازمش ننسوه باش نسطره ونحميه اقتصادنا أولا كما التمار ندير لها للابال التح دقلت نار كما أمور أخرى لمنتجة نرون جبير اقتصادنا باش احنا كانوا قبل تصدر المنتجات التمار تصدر عبر دولة تونس وتروح للخارج هذا شي يغيظ 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 كان مشكل أخر هو مشكل تخزين قامت الجزائر في سنة 2011 بميجا بروجي ودرنا مشكل كبير نشوفه درنا مشكلة على البطاطا نجي مشكلة على البطاطا احنا الدولة تخذ قرار في 2011 على أساس تقوم المتوسطة رفير المتوسطية للتبريد بإنشاء الانتربو فريغوريفيك كبرة صحيح وراء في الكبرة للتبريد للتبريد والتراتمو وذيك وذيك أمبادتو ونواصل للمشروع هذا سيجي غدير المشروع هذا على أساس في كل ولاية كان انتربو دو كوليكت وين وين كان الفلاحين تعسام المتركيب وكان الستوكاج انتربو دوستوكاج عندها كان اللي فيها كنزميل كان اللي فيها تخزين في تيزيوزو كان في ورقلا كان في تقورت كان في الجزائق كان بروغرام ضخم ضخم جدا وللأسف شديد مش في 2011 وتوقف مدة معينة لعامين هذه الاضطرابات اللي ما خلتش الإقلاع واع الاقتصاد هي اختلاف بين وزير أول ومبعد جوازير ثاني قام ب إلغاء المشروع لا لا مش إلغاء تجميده تجميد المشروع لكن عود انطلق مؤخرا نعم انطلق المشروع وزير أول عبد ملك سل العود انطلق المشروع من جديد ولو أنه حك في تذبذب تذبذب وكان مشاريع اللي أنجزت وكان مشاريع اللي مزالت خليني في نفس النقطة اللي تكلم عليها قبل ما نمر لموضوع الطاقات المتجددة ميناء الجزائر الأكبر ميناء الوسط الأكبر هل بإمكانه إضافة تقديم إضافة قوية لإقتصاد الجزائر خاصة على مستوى النقل في نقطة النقل الميناء الجزائر الجديد إن شاء الله راح الأمور ماشية في الطريق المستقيم منه إن شاء الله نحن رانا ننتظر منه أمل كبير باش تكون كي نظام فروش مساميته وتكون عنده أطروت لدخل طريق شر غرب وهذه ما يستفتش منه الجزائر هذه تكون نقطة هذه ما بزا توصل بين أوروبا للقارة والقارة الإفريقية وهو سيربط بطريق الوحدة الإفريقية طريق الوحدة الإفريقية والطول الإفريقية هذه تستفاد منه وسائل النقل البرية ما هيش باهدة كما وسائل النقل البحرية وسائل النقل الجوية نعم سيرزيك خلينا نمر لك قضية أخرى الطاقات المتجددة في الجزائر يتكلم البعض يقول هناك وفرة وهناك إهمال ما هو راهن الطاقات المتجددة في الجزائر وما هو مستقبلها حسب نظرة الخابير الاقتصادي وإذا سمحت لأن نضيف وشق الأستاذ يعني هو قضية مناء الشرشال مهم جدا ومناء استراتيجي أولا سيربط بالطريق السيارة تيبازا وأعتقد في شهر جوان جوية 2017 سيتم استلام الطريق الاجتنابي والآن فيها مشروع ينجز ربط طريق السيارة شرغل مع طريق السيارة تيبازا والآن بعد مدينة العفرون الآن راح في أشغال متطورة وبالتالي هذا المينار راح يكون استراتيجي لابد أن نفعله أولا نفعله من خلال ربط علاقات مع دول إفريقيا الوسطة لأنه باش تعمل منه محطة لعملية التصدير جزائر تخسر كثير في كراء السفن وفي تكلفة النقل وزيد على ذلك المشكلة أن الآن أنا الأول لوزير النقل أن يفكر تفكير صائب وجيد أننا ننفق تقريبا بين 4 إلى 5 ملاير دولار سنويا على تكلفة النقل من خلال كراء البواخر لذلك أنا الأول أن يعد النظر من خلال شراء هذه وعادة يعطاء دعم لها شركة نقل وبالتالي على الأقل يكون عندنا أسطول ونخفض من مفاتورة الاستيراد والتحويلات المالية ونقص كلفة النقل نعم لما نتكلم عن الطاقات المتجددة مع الأسف شديد أهمناها كثير لأن نحن في الجزيرة لدينا إمكانية ضخمة سواء في الطاقات المتجددة سواء تعلق لأن لابد أن نحصر في الطاقات المتجددة وين عندنا ميزة سياقوية وين عندنا ميزة سيرزي؟ كل ما يتعلق بالطاقة الشمسية تعرف بأن نحن البلد الواحد اللي عندنا مناطق ثمية وستين يوم ما فيش غيوم يعني صحية وبالتالي يعني واحد فلمية منها فقط واحد فلمية منها سيلبي طالب أوروبا في الكهرباء كلها واحد فلمية من تلك المناطق تم تحت الجزائر في ترتيب الدول دقيقة دقيقة أنا جايك يعني لا احنا في منحة المخزون طاقة الشمسية نقول لك القم واحد في العالم في العالم أكيد عندنا مناطق وينك ثلثة ميزة وستين هي الشمس لا يعني إنتاج طاقة الشمسية يعني إمكانية إمكانية إنتاج طاقة الشمسية من زال من زال طاقة الشمسية كاي المشاريع موجودة يعني وزارة الطاقة عندها مشاريع وريقين شغالة لكن تعد على الأصابع وتأثير مشكلة فتحت مناقصة بخصوص هذا الخصوص الثاني عندنا ما يسمى طاقة الرياح عندنا ميزة تنفسية معروف لكل ورطة البيض نعامة بشار تندوف معروف بالرياح ويمكن أن يكون رافض كبير في إنتاج طاقة من هذا عندنا ما يسمى طاقة المياه هذا هو أقول لك ساكوشا لازم تحكم في التقنية عندنا إمكانية أيضا في طاقة بديلة حتى الغاز صغري الجزائر عندها مغزون كبير لا 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 هذا كذلك طاقة حفورية نعم طاقة نظيفة عندنا إمكانية ضخمة في طاقة المياه أولا عندنا تجاذبة البحر عندنا 1600 كيلومتر ساحل يمكن استعماله في إنتاج الطاقة عندنا ما يسمى بالسدود عندنا تقريبا 70 والآن مع استيرام السدود يمكن أن تصل إلى مياه هناك إمكانية نحن نتكلم الآن عن الإمكانات وعندنا ما يسمى بالمياه المعدنية الساخنة لذلك الإمكانية موجودة مع الأسف الشديد ما لا قابلت الحكومة في ذلك الحد الآن يعني استثماراتنا في الطاقة الشمسية لا تمثل إلا واحد في المياه يعني مع الأسف الشديد مساهمتها لماذا؟ لماذا؟ لأنه كان عندنا مشروع طاموح تعديزر تك مع الأسف الشديد مع الطرف الألماني كان مشروع طاموح قوي على أسس أنه لماذا تعطل؟ تعطل معروف بأن الطرف الألماني شركة اللي كانت معها الاتفاقية وفليسة وإحنا مع الأسف الشديد هنا بروفيتي دلوكازر كإفليسة ترقبنا وخلينا جيلاننا الدول مشروع هنا كان هناك مشروع مع شريك ألماني أعلن إفليسه بعد ذلك قال لك رقدت الأمور نو إحنا استبشرنا خير جدا هذا المشروع على أسس للتذكير فقط فتحت مناقصة فتحت وزارة الطاقة مناقصة لتوليد أكثر من 4000 ميجاوار إحنا التجربة الألمانية في الجزائر مدى ثمارها هي مشاريع كبرى مشاريع الدوتس مشاريع الجرارات الفلاحية مشاريع السيارات ومربحة ومربحة نو سيتين انديستري فيابل مليحة لأن الطرف الألماني جاد في علاقة جاد في علاقة مش مثل دول أخرى ربما جيت استطلاف الجزائر باش تدي الفايدة فقط إحنا استبشرنا خير نعرف نسم الألماني نعرف الطالب الألماني رقم واحد في أوروبا وفي العالم استبشرنا خير وشريك انتظرنا منه الكثير في سيرتو في الطاقة المتجدة والطاقة الشمسية البروجي هذاك وتناولته وسائل الإعلام سنسون مليون دولار ووش غد يدير والجزائر ألفا إكسبورتي تصدر الطاقة الكهربائية إلى أوروبا ومبعد المشروع تبخر ولم نفهم السبب وللأسف شديد نرى المشروع أنها ذهب إلى الجارة المعرب والجزائر لا تستفيد من طاقتها الشمسية تقعط عن نارك ما زال نستفيد وش منها عندنا طاقات شمسية كما كان يقول الأخ طاقة الشمسية عندنا مناطق في الجنوب الجزائري كما كان يقول الأخ فيها قريب 350 يوم شمس و12 ساعة كان اللي واجدة مؤهلة واجدة واش نديروا البروجي للاسف شديد نحن استبشرنا خير المشروع ولكنه ذهب إلى الجارة بهذا الموقع في الأوين الأخيرة سمعنا أن الوزير الطاقة كانت له زيارة إلى أمريكا وكانت أبل دوفر باش يديروا كات ميل ميجاوات طاقة الشمسية نحن كانوا بداروا أبل دوفر نحن ماذا بينا المشروع هذا يجسد على أرض الواقع يقال أنه في نهاية الشهر الجاري رح يمشي نحن ماذا بينا يجسد على أرض الواقع وتكون شريك في أبل وشريك طموح ولما لا نحن كل ما يكون مشروع طموح ومشروع لبس به وكل مداخل جديد الجزائر نحن نسبس سيد جدالي الحكومة ليست قادرة لنفترض أن الحكومة حاليا ليست قادرة على الاستثمار في هذا المجال لماذا لا يستثمر الخواص هذه النصص التشريعية تمنع نو النصص التشريعية التي كانت كاينة نقضي حاليا لي ما كانش نو النصص التشريعية استثمار في الطاقة بحد ذاتها الطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية في البحر والتي في الليبراج بسكول؟ لأنه تكون آلية استثمار مع بارتونار بريفي مع الدولة ولما لا ولما نحن أنتم مع هذا الطرح عادي طرح عادي نحن ممطقة الشمسية كعود أم بارتونير ألجيريا ويكون عنده أم بارتونير ويدخل معه الجزائر شريك الدولة سوناتراك شريك بما أنها الشريك نعم نحن نستبشره خير نحن يكون مدخول للجزائر نعم سيرزيك بنظرة اقتصادية لما يستثمر الخواص في الطاقة الشمسية هل يعتبر هذا خطر على الحكومة ولا دفعة إضافة للحكومة لا بالعاك تشوف الآن الدستورة 2016 لأول مرة رسخ مبدأ الدولة تحميل ملكية خاصة وبالتالي أعطى لهم كل الضمانات لذلك فأعتقد بأنها قضية إجراءات لأن الآن أحبين أو لكره أنه مستقبل الاقتصاد الجزائري مرهون أيضا بالقطع الخاص الآن شوفوا أكبر المشاريع التي تتم الآن في الصناعة ولا في الفلاحة يقودها القطاع الخاص أحبين أو لكرهنا أنا مقبل قد تقدير كجارك أو أحول باب دارك الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا أمريكا كل العالم الآن كل الدول القطاع الخاص يلعب دوره أنا الأول للحكومة أن توعد نظرة السلطوية والأبوية خلاص الآن لحقنا إلى الدرجة ما كاش سوردة نكذبه على بعضنا بعض لأنه كان عندنا مشروع صناتراك ملقبل في سبعين مليار دولار لإنشاء عشرين محطة من أجل شيء غير الطاقات المتجديدة يعني فيما يتعمل بالصناعة البيترو كيميوية من دارك تحطمت لسبب من أسباب الآن ظروفنا أنا حابين الآن المشكل بكري كان عندنا صوردة وما عندناش الإرادة الآن عندنا الإرادة الحكومة عندها الرغبة ما كاش صوردة هذا مشكل هذا مشكل إذن الآن يجب على الحكومة أن تعيد النظر في هذا المجال لابد أن يفتح المجال القطاع الخاص سواء كان محلي نحن هذا نحب ذوه يعني يكون محلي وحتى قطاع خاص أو قطاع أجنبي لأن نقول لك بكل صراحة مستحيل أنك تستغل كل هذه الظروف لطاعة لك ربين هذه التسواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة المائية أو حتى في تكرير البترول والغاز مستحيل صناتراك ومستحيل الدولة في الوقت الحالي في الظروف المنحانية يعني تدير أكثر من ما رحي ندير فيها الظرك الآن واش تدير؟ يا أخو يا أنا الأول أن تفتح القطاع خاص كما قال الأخ إما بشاركة مؤسسة عمومية مع قطاع خاص محلي أو مؤسسة عمومية مع قطاع خاص أجنبي أو تسبح القطاع الخاص الآن شفنا منذ أسبوعين أو ثلاثة وزير الطاقة راح شرف على إبرام اتفاقية بين مؤسسة خاصة جزائرية ومؤسسة مالية لأن هذه المؤسسة الجزائرية تنتج محطات كهرباء في شمال مالي لكن كنت تنتجهم ليس صنا الغاز هي مؤسسة خاصة لذلك الآن أنا الأول هذا لو ينجز فيه مالي تخليه ينجز أيضا في جزائر ويبيع لك أكيد معنيش خلينكم الفكر أكيد تكلفة تكون شوية باهضة لكن نقولك بيكون صراحة الآن إذا ما لجأناش لهذا الأسلوب نقولك بيكون صراحة راح نتفعل فاتورة غالية جدا جدا لأن نحن رأينا الآن 41 مليون زيد ما يخفاش عليك البرنامج الآن تلك حكومة لا ماشي خوفاك لا لا بالعكس أنا 41 مليون يعني قوة بشرية أنا 41 مليون عندنا الآن مشروح طاموح عندنا تقريبا أكثر من 50 منطقة صناعية تم تهيئتها في القطة الوطنية ومناطق صناعية كبرى يعني تطلب ومربوطة كلها بالطرق السريعة في الشرق في الغرب في الوسط في الجنوب يعني الآن في الجزائر الآن مشاريع بدأت أنا مجرد كلام على الورق لا 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 حوة 31 منطقة بدأت تهيئتها يعني كي خلاص البروجي خمسين يعني الآن نتكلمه على نظرة استشرافية عندما تدخل هذه الخمسين منطقة صناعية كبرى وتدخل هذه الإنجازات مشاريع الحكومة في لا ديال وغير ذلك راح نسبة الاستهلاك ترتفع كثير يعني لو ما نديرش المشاريع حطر في يوم الأيوم أنا نستورد الكهرباء من الخارج سي جغدالي لما نتكلم عن التقرير والكلفة صدفة أنت صباح اليوم في مجلس الأمة كنت طلحت سؤال بهذا الخصوص على وزير الطاقة إذا كان ممكن تفصلنا فيه تعطينا إحنا كان اليوم سؤال سارت مع وزير الطاقة وتكلمنا من في البروجي تعجي أنا لطرواة تكلمنا له أنا مسكوها إليتي لانسي في 2008 وتجسد في 2014 ولو أنه كانت لمدة الإنجاز 48 شهر وطال الإنجاز لأسباب ما كما كان يقول آخر تذبذب ووزير مع وزير أمور وكلام اللي تكلم على صناعة راك توخر الإنجاز ورحل حتى لـ 2014 إحنا سؤال اطرح نفسه لماذا هذا الإنجاز الدخل من ينجز في 1980؟ هذا كطرح اثنين إحنا كان سؤال وجيه للوزير الطاقة قلنا له لماذا؟ كم تبلغ تكلفة تكرير البترول من سوايسونس وغازوالد أسكو ندروله الامورتاسيو أحسن ولا نكرره أحسن؟ حسب رأيك نكرر لا أقل عندك خلفية لا ماذا بي تكون كلام رسمي من عند وزير الطاقة فهموا سير زيك والله تسمح لي ذلك الزيديات رحل لها وتكلمنا له وقلنا له هل كم تكمل استهلاك الجزائر من الطاقة الكهربائية هذه تكبت خزائين كثيرا للخزائر الأمور إحنا ماذا بينا نعرفه هذا الرقم إحنا كنواب ماذا بينا نعرفه الجزائر كم تستهلك نعرفه ممكن خاطب المواطن غدوة أحيانا أعمالك الكهربائية في جزائر صباحة المزلها شهر على 12 هديد كمشبير ولا تسمح لي سبتين هذيك خليكم من عدد ولا تسمح لي إحنا ماذا بينا بالطاقة الكهربائية المواطن كي عارفش حال تستقل للطاقة الكهربائية ودو يكون عنده نظرة يقدرها يقدرها ومم الطاقة الكهربائية مم لمبورتاسيو تعل استيراد المواد الكهربائية كي نهضره الرقم الحقيقي تكون وزارة تجارة ثانية عنده يد أنت حاب نرفعك تكلفة الكهربائية نزيده ثانية لا 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 مش تكلفة لا 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 تسكي استيراد المواد الكهربائية أنا ماذا بي ندير مجيش لتستهلك كثير ليتستهلك كثير وش ندير بيها ربما بعض الصلاع القادمة من بعض الدول ما تستهلكش كثير لا تستهلكش كثير لكنها مكلفة مكلفة موكلفة وما هيش في عابل مم الكهربائية في حد ذاتها كون يعطينا الرقم كون يعطينا الرقم الحقيقي قدوك مم تكرير البترول القاز والوال قدوك يجيك مواطن تهدر له هو جوابك ما جاوبك سير لا جاوبش ما جاوبش لا يحبش يجاوب ع السهل هذا نهائيا إن شاء الله يجاوبك مرة أخر أو يجاوبك سير الزيق شوف أكيد إنتاج وتكرير البترول والغاس في الجزائر يكون أنفع ما تشوفش فقط غير الكلفة شوف ذلك قاضية أولا رح يكون إنتاج محلي ورح تشغل يد عاملة محلية لأنها تنجز مشاريع زيد على ذلك ستقلل من خروج العملة صعبة إلى الخارج وأكيد التكلفة تكون متاع وتكون أقل لأنك انترك تشريه بتاعك رسقك ما كش تنبغته يعني رح تكون أنفع وإحنا هذا اللي نطالبه به لأن المشكلة في الزير أنه نستورده على الأقل عشر ملاير دولار سنويا من المشتقات البترولية مش فقط غير البغاز والد الصناعة البتروكيموية الصناعة الصيدلانية الصناعة الفلاحة تحتاجه الأشغال تحتاجه الصناعة الملابس وغير ذلك تحتاج كل هذه الأشياء لذلك أنا الأول أن يعاد التفكير بالنسبة لسؤالك اللي قلت الكهرباء مشعولة يومين فيه سبتين إما سوء تسير وإما خوط كاب يسرقوا لي كابل سي بورسان ديفو يخلوا الكهرباء مشعولة بوريفيتي سرقة لي كاب تعال خلال خلال لأنه فيه مشاريع كثيرة كانت كايب مشكلة سرقة الكواب سيزيك في عجالة فقط لا لا نجاوبك فقط نجاوبك هو تكلم على قضية ومبارك ترحلي سؤال على قضية استقلال الآلات اللي تستهلك أقل كهرباء أنقله بلي في قانون مالية 2017 قدرته قانون يبدأ في واحد جوية بالنسبة لمنتجات المستوردة وبالنسبة لمنتجات المحلية تبدأ في واحد واحد 2018 فرض عليها ضريبة باش ندفع المواطن أن يروح يستهلك الآلات كل هذه لأقل استهلك الكهرباء تفضل في عجالة فقط لأنه وقت البرنامج أوشك على النهاية الصناعات البيتروكيميوية هي مستقبل لابد أن يكون لأن حتى برامج الحكومة أو ما يسمى النموذج الاقتصادي من بين اللي فولي هو تطوير ما يسمى بالصناعات البيتروكيميوية لأن شوف إذا شفنا حبينا نقص فاتورة الاستيراد بمبالغ ضخمة لابد إعادة أحياء هذه الصناعات اللي بداها رئيس راحل هواري بومدين وتوقفت في الثمانينات وكانت عندنا نصنع ترك مشروع تحسب عين مليار وتوقف لأسباب في وقت الوزير لما قبل هذا لا نعرف ما هي الأسباب الآن أصبحت صناعة البيتروكيميوية يجب لأنه إذا حبينا نطولوا الزناعة ونطولوا الصناعة ونطولوا صناعة الأقميشة والصيدلانية نحن نتكلم عن تطوير بعض القطاعات لكن مرهونين بالاستيراد كيف تقيق في عجالة فقط سيد غدالي كان جاكم وزير الصناعة عبسلم بوشوار في عدة المشاريع وكان دائما يتكلم عن صناعة البيتروكيميوية كيف تقيمون أداء على الأقل برامج الحكومة للاستغلال هذا الموضوع؟ هذا البرنامج تتعليستوكي بيتروشيمي هذه مشروع ضخم مشروع دولة مش مشروع مواطن مشروع متعامل اقتصادي لكن كل الديريفينتو كامل تبدأ من أدنى شيء اللي ره يمسو المواطن الأعلى شيء قنوات السقي قنوات الأخر تسكي مفيد جدا سعدت باستضافتك الله يسلمك شكرا سيد مصطفى جغدالي عضو مجلس الأمة معنا الأفلان شكرا جزيلا كما أشكرك كذلك جزيلا شكر سيد كامل رزيق الخامل الاقتصادي لا بالعكس شكرا التجارب في الغالب تقسم دورة ومفعولة دبلوماسية إلى قسمين الأول محدود لا يمكنه التغيير والثاني وافر يمكنه التغيير لكنه آني لا يمكنه التغيير لهذا يجب أن يكون دورة ومفعولة دبلوماسية معزز ويوازيه دور تقني ميداني البلاد اليوم تمت شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة